ماذا يطلب هلال الشابة؟ يرجع فقط ولا يلغي الموسم ولا تعويذات؟ هو راه وأحنا في إطار طعام قدم التاس راههم محكمين بقضية جراءات قضية ماناش في المحلول معناها فهمت هو نزاع يهم قرار القرار هذيك شنو تطلب على ضوء؟ أحنا اللي همنا وإنه القرار هذيك باطل ويجبه إلغاؤه وهذا اللي طلبناه اعتبرنا وإنه الجامعة تونسيكورة القدم أخطأت بمكتبها الجامعة أخطأت في تطبيق القانون وهذا الخطأ ترتب عنه خسائر مادية كبيرة للجامعية وبالتالي يجب تحميل المسئولية المدنية على الجامعة التونسيكورة القدم وهذا أطلبناه في خصوص البطولة ونتائج البطولة والعودة هذي الكل سيتداولوا بعد القرار أحنا راه قاعدنا نخدمه من الأول قاعدنا نخدمه step by step نخدمه بشوية بشوية وكل حاجة نعطيها كارها ونعطيها حجمها اللي لازم كيف يصدر القرار؟ إن شاء الله يكون قرار لفايدتنا لكل حادث حديث نشوفه قرار التاس شنوه بشي نص ساعة لأنه مهم جدا حيثياته مهم جدا نص قراره نعرفه اللي التحكيم الرياضي الأستاذ فهمي يعرفونه تحكيم الرياضي يراه ما هو شي كما 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 المحكمة في تونس معتها المحكمة الدولة ولا ما هو شي هو تحكيم الرياضي يراه لا يتقيد حتى بالطلبات التي أتابعها الأطراف نجم هو عنده نزاع يبط فيه بالطريقة التي يرتقيها لفصل هذا النزاع وبالتالي اليوم نستناول قرار بعد ما نستناول بعد ما إن شاء الله يصدر قرار إن شاء الله يكون لفايدتنا لكل حادث حديث وبالمناسبة هذه الخدمة الجبارة سي جمال كانت الحقيقة بشوية بشوية كانت هيئة الدفاع اللي قاعدة تتركب معناها كل مرة تزيد نظرا لتطور الوضع من نجم كان نشكرهم بديت ملوه لأنا والأستاذ محمد المنوبي الفرشيشي من بعد جاء معنا الأستاذ رياضة تويتي فالأستاذ كافاليرو من سويسرا ثم التحقت الكابيني الكبيرة والعملاقة والرائدة في القانون الرياضي كابيني كاغ والأستاذ فرانسوا كارار واخدمنا على الملفات هذه الحمد لله اليوم بدينا ناكل وناخده في ثمار الجهد الجاهيد اللي يخدمنا لحقيقة ليل ونهار وكان معنا زادة الأستاذ وليد بن صالح ما نتفكره ما ننساشي أستاذ وليد بن صالح اللي عاوننا نتوجه بالشكر زادة الأستاذ علي عباس اللي عاوننا من بعيد الحقيقة وليوم نأخذ في ثمار الجهد هذي وإن شاء الله تختم بقرار فقط نقطة أخيرة أنه في مثل النقاط التعويذات يظل لي أنه بالإمكان حتى الاتجاه للقضايا للمحاكم العدلية محاكم العدلية مدنية هو كل شيء وارد لأنه عنه سابقه قبل ذولي مكر من لقيم مثلا كان وقته لك ناس حكمت له ما تتبقش مشي المحكمة واخذها حقه واخذها فلوسه يعني في القضايا هذية في القضايا هذي متاع الفلوس يظل لي يعني إضافة إذا تلب بنكم الدولي زاد فما بإمكانكم حتى تلب داخلي بطبيعة لا مش بيش يكونوا مع بعضهم مش بيشكونوا مع بعضهم إما هذا وإما ذات أه أحنا نستنعوا تموقع تتقرار سهولي بيشكون حاسم في المسألة هذية ومن بعد كل حادث حديث احنا هي الدفاع كاملة لحقيقة ما تدولناش فيها المسألة هذي مطلقا لا صغيرة ولا قبل كبير نستنعوا قرارنا ومن بعد سنلتأم ومن بعد بيش نقاوض توجهات اللازمة بيش ناخذوا حقنا ونقولوا ديما ما ضاع حق وراءه طالب موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة